من أهم نتائج حرب أكتوبر هو إعادة الحياة السياسية لمصر بعد الانتصار وبعد ما أنور السادات بدأ يرتب الأوضاع بناء على انتصار دولة وانتصار جيش وانتصار أمة بكاملها وهي الأمة العربية كل العرب وليس المصريين وحدهم الجيش الجزائري بقوات الجزائرية الشقيقة العربية كانت تشارك في حرب 73 الجيش العراقي بقواته وأسلحته شارك في حرب 73 العديد من القوات العربية من السعودية ومن الكويت جميعهم شاركوا شاركوا في هذه الحرب وكانت لهم تكليفات هامة واستراتيجية حيوية على مصرح القتال حقيقة عملية ممتازة يعني سابقة لم تحدث لها سابقة ولكن جيش مصر قادرا على أن يكررها في أي لحظة أرادت مصر أن تكشر فيها عن أنيابها لأي عدو لا نختص عدو خالص لا نقصد إسرائيل إطلاق وإنما نقصد أي من الأعداء فمصر أصبح لها اليوم عدد كبير من الأعداء خلي بالك وجبهات القتال المصرية لجيش مصر معلومة الآن لا مفر من أن تقاتل القوات كلام واضح خلال أيام اللي جاية في المستقبل يعني لابد أن تعلم أنت ذلك ولكن الذي نريد أن نبنيه على هذا الأمر هو نتائج حرب أكتوبر أحد أهم نتائج حرب أكتوبر العظيمة ولابد أن نجل ونحترم قادتها الذين قادوها وقادوا أشرس وأبرع المعارك فيها قيادة وإدارة وتخطيطا سلاما لهم إن كانوا أحياء ورحمهم الله رحمة واسعة من عنده إن كانوا أموات حقيقة من أهم نتائج ذي الحرب أن الرئيس الراحل أمر السيدات أطلق الحياه السياسي في عام 1977 أو 1976 بدأ إنشاء ما يسمى بالمنابر السياسي ما كانش موجود في ذلك الوقت سواء الاتحاد الاشتراكي وكان الإعلان الدستوري اللي بتدار به مصر لأن مصر لم يكن لديها دستور ولكن كان عندها إعلان دستوري هذا الإعلان قعدت مصر تدار به طول الفترة التي قاد فيها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر البلاد وعندما جاء الرئيس أمر السادات طلب وأصدر قرار بأن يكون لمصر دستور دائم يستفتع علي الشعب في عام 1971 صدر دستور البلاد الذي زلت مصر تحكم به حتى 25 يناير أو تقريبا حتى شهر فبراير من عام 2011 عدس له تعديلات ولكن كان كما هو دستورها الذي يوضع في 71 وإلى تقريبا أطول دستور مصر أديرت به بعد دستور تقريبا 36 أو حاجة وعشرين بعد دستور حاجة وعشرين مهم في 76 أنشأ أو 77 على ما أتذكر أنشأ الرئيس الراحل أنور السادات المنابر فأنشأ منبر الوسط واليمين واليصاح وبعد كده حول المنابر دي إلى أحزاب المنابر دي كانت موجودة داخل الاتحاد الاشتراكي منبر اليمين في الاتحاد الاشتراكي وده كان الحزب الواحد منبر اليسار في الاتحاد الاشتراكي منبر الوسط في الاتحاد الاشتراكي لسه دات عمل كده علشان يفكك الأفكار من بعضها الجماعة اليمنيين يروحوا في جنب والجماعة اليساريين يروحوا في جنب والجماعة الوسطينيين يروحوا في جنب قاعد القصة دي حوالي سنة تقريبا أو أقل ثم بعد ذلك أصدر قراره بإنشاء الأحزاب السياسية وأنشأ حزب مصر العربي الاشتراكي